إذا رأى أحدكم شيئاً يعجبه فليبرك بارك الله تبارك الله اللهم بارك فليبرك فإن العين حق ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيع اغتسل له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب ذلك الماء على سهل بن حنيف يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه فراح سهل مع الناس ليس به بأس قام كأنما نشط من عقال تخلص من تأثير الحسد فالحسد شيء مفضع وما أكثر الكفاءات التي دمرت بسبب الأعين الغادرة الحاسدة والنفوس المريضة الفاجرة التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة يكون الرجل على السوية متميزاً فما هو إلا أن تقع عليه عين حاسد فيكون ما قال النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر يصيبه بقضيفة أرض أرض تقع منه في مقتل سرع لبط تجد ولدك يتيه الله تبارك وتعالى ذاكرة صماء لا قطة فما ما سمع من شيء طبع على صفحة قلب وأنت رجل طيب لا تحصن ولا تبالي وتفرح الولد حمل القرآن كله تعايا ولد سمع لعمك وما هو بعمك وما هو إلا أن يسمعه حتى يعينه فتجده بعد ذلك من كبار الفاشلين يسأل الله العافية وما خل جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه والناس فيه في أمر مريض لأنهم لا يعرفون حقيقة إمامهم إبليس فهو إمام الحاسدين وأول من حسد حسد آدم لما كرمه الله وفضله وأمر الملائكة وأمر بالسجود له فحسده قال أنا خير من خلقتني من نار وقلقته من طين استكبر وحسده وقال أسجد لمن خلقت طين فكان ما قاله ما هو معلوم فإمام الحاسدين وشيخ كل حاسد شيخه الأكبر إبليس الأعين ثم بعد ذلك شياطين الإنس من اليهود فهم أشد الناس حسدا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله والناس لا يبالون لأنهم لا يعرفون قدر النعم التي ينعم الله تبارك وتعالى بها عليه قد تكون النعمة عندك مما يحسد ولا أدريه لأنك لا تعدها نعمة أصلا طموح تريد أن تحوز الدنيا كلها فمهما آتاك من خير لا تعده شيئا وحين إذ لا تبالي فتحسد نسأل الله أن يحفظنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين نسأل الله العافية والسلام لكن حفظ الله الأكرم هو الأعظم الحسد أن تكره النعمة على أخيك قل لي بربك من ليس بحاسد أريد أن يدلني أحد على رجل لا يحسد حتى أخبل على رأسه مجرد كراهية النعمة على أخيك حسد فمن الذي لا يكره النعمة على أخيه يحبها لنفسه هو لا يبدي ذلك الكريم يخفيه ولكنه إذا أصابت النعمة أخاه تمنى أن تكون له وربما تمنى زوالها عنه وليس هذا بالحسد بل هذا إغال فيه الحسد هو مجرد تمني زوال النعمة عن أخيك هذا إغال فيه ولكن هو التعريف المشهور أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك ولو أن تصل إلى كافر ولو لم تصل إليه ويقولون إن أخف من هذه الدرجة أن تتمنى أن تزول عنه لتكون لك وكل هذا وهذا إغال في الحسد الحسد مجرد أن تكره النعمة لا أن تتمنى الزوال لا مجرد أن تكره النعمة على أخيك فأنت له حاسد فمن الذي خلص من هذا النفوس الطاهرة قليلة جدا إمامها محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدر في خاطره أبدا ولا في نفسه ولا جال في صفحة صدره خاطر سوء قط تتصور هذا؟ ليس إلا الخير ليس إلا الخير صلى الله عليه وسلم هذا هو النموذج والمثال من البشر هذا النموذج وهذا المثال هذه الأسوة هذه القدوة لم يدر في خاطره أبدا خاطر سوء ولا خرج من فمه كلمة عوراء كلامه تشريع مواقفه كلها دين تقتدى وتحتدى وقد يجب أن تلتزم فيما هو واجب ويسن أل تلتزم فيما هو مندوب وما صدف عنه إما حرام أو مكروه أو هو خلاف الأولى أو مما يناف المروءة وكل ذلك على المسلمين يأخذ به على كل حال هذا وقع